خلينا بقى نتكلم على المنتخب بشكل كبير وعندنا مباراة بكرة ونتكلم على مباراة كينيا لكن خليني أسألك البداية كابتن عبدالله بالرغم من التأهل وبالرغم من النتيجة لكاس الأمم الأفريقية طبعا هل أنت مع الانتقادات اللي وجهت للمنتخب الوطني؟ يعني أنا مش مع الانتقادات بشكل كبير بس هو كابتن حسان يدور على الحاجة والناس يدور على حاجة تاني كابتو حسام يدور أنه يتأهل أم أفريقيا يلعب أم أفريقيا يتأهل الناس يدور على شكل وأداء وشكل منتخب فهي الناس يدور على الحاجة كابتو حسام يدور على الحاجة تامة كابتو حسام أعتقد أنه هو خادر الذي هو عايزه أنه هو خلاص تأهل فغالباً بكراً إن شاء الله نشوف حاجة أحسن من مطش كينيا بكتير هو كان فعلاً بيقول أنه مرحلة تحقيق الهدف بالزبط هي أخذها مراحل يعني أنه هو عايز يتأهل لأم أفريقيا هو خلاص تأهل فنشوف بكراً إن شاء الله ربنا يكرم بأداء كويس يعني أحسن من مطش كينيا شوفت إزاي طريقة اللعب اللي بدأ بها كابتو حسام البدري مباراة كينيا والتشكيل يعني كنت بتتفق مع الرؤية الفنية كلعب كورة وأنت بتتفرج لا هو كتشكيل يعني أعتقد أنه كان لازم أم موجود لأن أنا شايف طاري وحمدي تنين لعبة كويسة جداً بيعملوا نفس الأداء أو نفس الواجبات نفس الوظيفة في المال بالزبط بس الاتنين لعبة كويسة والاتنين مؤثرين مع فرقاتهم بفرقهم بشكل كويس بس الاتنين شايف بيقدوا نفس الوظيفة فكان لازم يبقى واحد منهم موجود زائت النيني نيني عنده الحتة الهجومية كويسة عنده الحتة الدفاعية كويس بيعرف يزيد وراء الفرق ده بشكل كويس عنده الشوتينج كويس جداً يعني مع فرقة أرسل جاي بجوان لسه من أسبوعين جاي بجوان شوتينج فيعني كان هيبقى فيه أداء أحسن في نصف الملعب لو النيني كان موجود يعني طيب شايفة زي أصلاً موضوع النيني كله يعني يمكن كنا منتكلم فيه قبل محضرتك تدخل معنا كنا منتكلم أنه فيه يعني كلام كتير لأنه النيني رفض التسخين بين الشوتين عشان كده منزلش المباراة وبعدين النيني نفق كلام ده وكيل أعماله نفق كلام ده يعني فيه كلام كتير في الموضوع ويمكن أنا كنت بقول إنه ده الوقت اللي ندعم فيه اللاعب اللي تعرض لانتقادات كتير وما شفناش من النيني قبل كده أو من أي لعب إنه هو بيتمرد على منتخب مصري يعني معتقدش معتقدش إن النيني ممكن يعمل كده النيني أسكى من كده بكتير إنه هو يرفض إنه هو يسخر معتقدش يعني اللعبة يعني من وجهة نظري اللعبة بتأدي في الأندية بتاعتها وبتأدي بشكل كويس عشان توصل للمنتخب فمنفعش إنه ناجي المنتخب ورفض التسخين لأ ما أعتقدش إنه يعمل كده خالص واللعب بيتعامل دائما باحترافية كابتن عبدالله هو يعني راجل محترف ولعب بقاله كذا سنة بره فخلاص بيتعامل باحترافية بشكل كبير فما أعتقدش إنه هو هيتطلب منه التسخين ومش هيوافق إنه هو يسخن أو مش هيوافق إنه هو ينزل لا أعتقد عقليته دلوقتي بقت محترفة شوية ففي أي وقت هيتطلب مننه إنه هو هينزل أو يبقى موجود أعتقد إنه هو هينزل أو يبقى موجود في الملعبة بس أعتقد إنه حقي بقى مشروع أنا مش بس هنا بتكلم على النيني على أي لعب في منتخب مصر أي إن كان محترف أو مش محترف ولكن تخيل كم من لو محترف زي النني زي سلاح بيبقى حقي مشروع إنه يحس بزاعة مثلا إنه هو ما كانش أساسي ولا التغيير الأولى ولا التانية ولا التالت ولا الرابعة طبعا حق مشروع شي اي محدizo Nokia ليس ايا اي حد محترف اي حد موجود يعني اي حد بياسعة اني هي با sneaky الملعب حق مشروع ليه جدا اني هي با زعلان limited Attorney بس مش يعني ما اعتقدش انه هيعمل تصرفات تبدينه ال assessing لطبيعي اي اني هي با زعلان وتابعةية لاตابعة zwischen تواني لهpod Gordon мне